بسم الله الرحمن الرحيم درسنا جماعة النهاردة ان شاء الله عايزين نعمل download SQL Server 2022 ونشوف ازاي نعمله تنصيب ونشوف ازاي نعمل اكتر من سيرفر تمام? طيب تعالوا اول حاجة بكتب download SQL Server 2022 بتظهر اللي هو بضغط عليها بلاقي اول حاجة على مايكروسوفت طبعا جماعة الحاجات دي كلها مجانية بقول له هنبدأ نخش عليها هيفتح للصفحة دي مباشرة احنا بننزل لتحت كده شوية بصوا كده جماعا عندي في اتنين مجانية devolver والإكسبريس احنا هناخد devolver هقول له دولود نعمل بيقول لي عايز تحط الكلام ده فين هقول له خليهولي على سطح المكتب save حمل معايا ايكونة صغيرة كده زي ما انتو شايفين اه يعني حجمه صغير جدا هنبدأ نضغط عليها بيأكد عليها طبعا هل ترغب السماح لهذا التطبيق هقول له نعم هيبدأ كده يحمل معايا زي ما انتو شايفين يا جماعة بيقول لي عايزه basic ولا custom هقول له هاتلي custom هقول له yes طبعا انجلش وجمهورية مصر العربية اللغة يعني بيقول لي هنا عايز حطولك فين في السي هقول له لا خليهولي برضو على سطح المكتب وحنقول لي هقول له خليه على سطح المكتب وحقول له موقف وحقول له install زي ما انتو شايفين يا جماعة هيبدأ يحمل معايا واحدة واحدة طيب هنخرج بعدين نبقى نرجع لكو تاني بعد ما يحمل بعد ما يخلص يا جماعة هنستنى شوية كده بعد ما يخلص هتظهر لي قيمة صغيرة كده زي دي هنستنى شوية كده هتظهر لي نافذة بهذا الشكل يا جماعة باجي هنا على installation وحضغط عليها انا اللي همني اي بقى في دول اول حاجة هنا ده البرنامج بتاعي الاصلي اللي هو الSQL ولكن ما بيشتغلش الواحده بضطر انزل معايا دي كمان لان في الاول لحد 2014 او يمكن بعد كده كمان كان الاتنين دول بينزلوا مع بعض ولكن دلوقتي لا دي بتنزل لوحدها ودي بتنزل لوحدها يعني اكيد ان انا هنزل على مرحلتين في كمان هنا جماعة install SQL server reporting service ال reporting service ده جماعة انا لسه يعني ببدأ معايا بجرب معايا شوية شغل كده لقيته بصراحة ممتاز لانه هيخلينا ان احنا نعمل تقارير من الخارج يعني هنعملها من بره خالص مش محتاجين انها تبقى على الفورم فعشان كده ده هيخليني ان انا الفورم السحري بتاعي يبقى كفاءة بقى لانه مش محتاجينت المشكلة ان انا بضطر اعمل التقارير بداخله لكل برنامج لا ده كده ممكن تتعامل من خارجه فان شاء الله هنضطر النزل دي والنزل دي بس دي خطوة بعد كده لما نكون جاهز طب تعالوا كده نضغط على دي هنبدأ بقى عملت التسطيب واحدة واحدة جماعة حيدخلني على هزي النافذة حقول له نكست حيبدأ هو واحدة واحدة يكاهز الحاجات دي هنا برضو طبعا لازم موافق اي اكسبت وهقول له نكست قيمة اللي بعديها ما بنعملش اي حاجة بقوله نكست على طول ماشي جماعة بيدخلني على القيمة اللي بعديها اله كده كل حاجة تمام حقول له نكست هنا بقى لو شغل مؤسسات والكلام ده ملناش داعه احنا هنشيل العلمة دي من هنا فكل الطافة كده وهقول له ايه next هنا جماعة بيتيني بقى اختيارات المفروض ان انا مش محتاج حاليا الا data base انا مش محتاج غير الاولانية دي بس ولكن احنا في اول مرة هنقول له select all لان احنا ممكن نحتاج لأي حاجة بعد كده وكده كده ما بيختوش مساحة كبيرة فاشا كده هقول له ايه select all ده لأول مرة فقط وحقول له ايه next بيقول لي بقى المفروض ان انا هل هختار اسم للسيرفر اقول له لا في البداية ما بيبقى لأول مرة بيبقى بيختار السيرفر ده الاصلي اللي هو اكنه بدون اسم يعني هو بيعتمد على اسم الجهاز وانا وردتكم ازاي ممكن نغير اسم الجهاز لحاجة مبساطة يعني فانا بسيب الاختيار الاولاني ده زي ما هو لكن لما بنيجي بعد كده ندخل للمرة تانية بيبقى خلاص ده موجود فبندغط على بعدها هوريكوا يعني هوريكوا واحدة واحدة بعد كده هقول له next فهو كده بيعمل لي السيرفر الاصلي بتاعنا بعد كده بقول له next برضو هقول له next هنا بقى جماعة بيقول لي انت عايز تخش عن طريق الجهاز ولا عايز تحط رقم سري بحيس ان اي حد من جهاز اخر يقدر يدخل على البرنامج بتاعك بقول له لا هخليه دلوقتي على الجهاز وممكن بعد ما انا بسطبه ممكن الحكاية ده بتتعدل من جوه ولكن احنا دلوقتي شغلنا كله على جهاز الكمبيوتر بتاعنا هنا بيقول لي add current user يبقى لازم اضيف اسم الجهاز بتاعي فهضغط عليه كده اهو اسمه desktop انا طبعا هخيره هخليه اسمه وجدي بعد كده زي ما قلتلكم بنحاول نعمل حاجة مبساط هو بيجيب اسم الجهاز بتاعك اهو وده اسم المستخدم تمام هقول له next هنا برضو بيقول لي تاني هقول له add current user برضو نفس الحكاية وحقول له next ماشي برضو بقول له next next هنا بقول له install هنا طبعا يا جماعة خلاص فاضل اخر خطوة الخطوة دي بيطول فيها شوية عشان كده انا حاقفل لحد ما يخلص خالص وبعدين ارجع له طبعا زي ما انت شايفين كده جماعة خلص خالص كل حاجة تمام بصوا كله كده اخضر وتمام succeeded يعني كل حاجة مصبوطة هنا بيقول لي complete فبقول له close طبعا هتلاقوه يطول معاكم شوية لأول مرة لان احنا خدنا كل الاختيارات زي ما قلت بعد كده جماعة هنرجع نحمل الجزء التاني تعالوا نفتح كده انا طبعا دي كنا منزلينها تحت عشان نكمل عليها فهنا install SQL Server Management Tools لازم دي عشان البرنامج يشتغل معنا هيدخلني على الانترنت نحمل منه هننزل كده لتحت شوية جماعة زي ما انت شايفين اهو download SQL Server Management Studio هنضغط عليه طيب بيقول لي ايه هقول له حفظ بس وطبعا ممكن ينزل معاكم على طول حسب ما انتم حددين المكان اللي بينزل فيه هنا هقول له حطولي على سطح المكتب هتبدأ يطلع لقايمة زي دي هقول له كده install طبعا يا جماعة هو كده بيخلص خلاص اهو يبقى احنا نزلنا البرنامجين اللي هو ss اللي هو SQL Server عشرين اتنين وعشرين ونزلنا ssms اللي هو SQL Server Management Studio يعني البرنامج اللي بيشغل SQL Server اه دول بنحتفظ بهم هما الاتنين بحيث ان انا لو في نزلت ويندوز جديد يبقى مفيش داع ان انا انزلهم من عن نت تاني لا موجودين عندي تاني حاجة ان ده كل ما باجي اعمل سيرفر جديد بستخدمه عشان كده انا قلتلكم بلاش تنزله في السي خلينا نزله على سطح المكتب عشان في ناس بتبقى معتقدة ان هو بيسطب فبيضطر في كل مرة يعمل ينزله من اول وجديد لا هو بيبقى موجود عندي البرنامج كده بقى موجود عندي كده يا جماعة هو خلص خالص فحقول له close بعد ما قفلنا كده تعالوا نشوف احنا كده المفروض عندنا سيرفر اساسي موجود عندنا تعالوا نبص عليه كده لو جينا عملنا بس توسيع بصوا جماعة هتلاقوا ظهر عندي SQL Server احنا قلنا ده المدير بتاعنا ده اللي بيشغلو فعشان كده هضغط عليه هيبدأ اشتغل زي ما انت شايفين يا جماعة فتح معي اهو مفيش غير هنا اسم الجهاز بتاعي احنا قلنا طبعا هغيره لان انا كنت منزل ويندوز جديد فهغيره هسميه واجدي انت كل واحد ممكن اسميه لو ما ظهرتش معاك ممكن بتضغط هنا كده وبتضغط على براوس وتعالى على اول واحدة data فتفتحها بتلاقيه طيب اما بنزل سيرفر تاني بتلاقيه تحته بتضغط عليه بيزهر معاك كل اللي بتضغط عليه بيزهر معاك بيبقى موجودين بعد كده بتشغل اي واحد فيه زي ما حنشوف طيب كده فعلا انا ممكن اخش احنا قلنا مشغله على الويندوز ده اللي هو معناه بيشتغل على الجهاز بتاعي لان احنا محطناش ارقام سرية زي ما قلنا قبل كده حتى حتلاقوا الباسورد مقفولة هو لكن ممكن الحكاية دي تعدل ساعة ما بعمل صلاحيات للمستخدمين عادي خالص ولكن احنا دلوقتي بنشتغل على الجهاز بتاعنا لو عملت بفتح ولكن هو منزل هنا بصوا كده منزل تلت قواعد بيانات زي ما انتو شايفين لو فتحت كده الاولانية اهي فيها جداول ممكن اشتغل عليها عشان كده احنا ما نزلنا كل حاجة فنزل لي معاهم التلاتة دول طبعا فيه وفيه كل حاجة موجودة زي ما انتو شايفين ممكن لو حد حب يشتغل عليهم يتدرب عليهم ايه زي ما انتو شايفين يا جماعة كده يعتبر انا نزلت السيرفر الاولاني طب لو عايزة نزل سيرفر تاني هي اكني بعيد نفس الخطوات كلها اعمل اول وجديد مرة اخرى طيب هنبدأ كده بقى نجري يعني نشرحها بسرعة كده عشان لو واحد عايز يعمل برضو لا فيه تفاصيل بس صغيرة خالص يعني طبعا يا جماعة لو عايزين نعمل سيرفر تاني فلازم اعمل اعادة تشغيل الجهاز الاول فانا فعلا عملت اعادة تشغيل الجهاز وتعالوا نشوف بقى المراتي لما هنزل السيرفر الحكاية هتبقى اسرع شوية وطبعا مش هحتاج اعمل ده اللوت تاني للبرنامج البرنامج المفروض ان هو موجود عندي طب تعالوا كده نفتحوه تعالوا هنا هلاقي في سيت اوب هندغط عليها طبعا زي ما تشايفين فتحلي النافذة دي مرة اخرى هقول له انستول وهي اختار الاولانية طبعا احنا دي نزلناها خلاص لكن دي برجع بقى عيد تاني الشغل من الاول وجود هيفتح معايا يا جماعة القايمة الاولانية نفس الخطوات مش هنحس بفرق يعني تمام وحقول له نكست طبعا هنا انا ممكن دي اعلم عليها هو بيقول ان انا اعمل ابديت من مايكروسوفت اقول له ماشي تمام وحقول له نكست طبعا نفس الخطوة حقول له نكست هنا بقى فرقت في يا جماعة بصوا كده ان انا كانت دي فاضية خالص دلوقتي لا بيقول لي في عندي msql سيرفر اللي هو متسمي باسم الجهاز ده بقى موجود عندي واحد انا دلوقتي عايز اعمل ايه واحد تاني تمام كده طيب هقول له الاول نكست وهنا برضو ديفولبر نكست نفس الخطوات برضو لازم اوافق هنا وهنقول له نكست برضو نفس الحكاية عن شلال علامة دي هنقول له نكست هنا بقى جماعة طبعا مش هاختار بقى كل حاجة زي ما اتفقنا يعني مش هقدر اقول له بس اللي كتقول مانا كلهم خلاص مختارهم من قبل كده هقول له بس data base وهقول له نكست كل اللي عدناه ده عشان الخطوة دي فقط بصوا هنا فاول مرة كان معلملي على دي على اساس ان انا بياخد الافتراضي الاساسي لكن هنا لا بيقول لي بقى اختار اسم جديد للسيرفر اللي انت عايز تعمله تمام لان انا ده الاساسي موجودة وخلاص طيب فحنبدأ نسميه مسلا اس اس على اساس سيرفر وخليه عشرين اتنين وعشرين لو عايز تعمل واحد تاني زي ما انا بعمل كده اس اس عشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين زي ما انت عايز بحسب عندك عدة سيرفرات تشتغل براحتك يعني طب هقول له نكست ماشي هنا برضو بقول له نكست تاني هنا نفس الحكاية هل عايز ويندوز از انديكيشن ولا برقم سري اقول له لا خلينا زي ما احنا فهينا بقول له طب هاتلي اسم الجهاز بقى تمام وحقول له نكست وهنا برضو باجي في الاخر كده اقول له انستول وحيبدأ مع نفسه في اخر خطوة بس طبعا الخطوة دي هتحسوا ان هي اسرع شوية من المرة اللي فاتت لحد ما يخلص خالص استنى ما يخلص خالص وبعدين اوريكو الاتنين ويبقى كده ايه خلص زي ما انت شايفين يا جماعة هو خلص بسرعة لان احنا ما نزلناش غير داتا بيس لان احنا الحاجات كانت موجودة كلها من الاول طب تعالوا بقى نعمل وتعالوا كده نشوف نزل معانا ولا ما نزلش هندغط على طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة فتح معانا كده هنبدأ نشوف هلاقي مفيش غير ده بس طيب برضو زي ما قلنا هنروح لها وحنيجي نفتح هلاقي بصوا كده جماعة هو نزل هنا هضغط عليه هقول له اوكي يبقى هيزهروا معايا هنا طبعا زهر لي اهو بيبقى ببدأ اعمل زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو اس اس عشرين اتنين وعشرين بنفتح هنا الاتابيس طبعا بلاقيها فاضية خالص مفيش اي حاجة احنا كده خلصنا جماعة لو عايز انت بقى تعمل سيرفر تالت رابع عاشر زي ما انت عايز عملية بسيطة وسهلة طالما البرنامج موجود عندك اتمنى جماعة ان الدرس يعجبكم وما تنسوش بقى اللايك والشير وتقولوا لي تعليقاتكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته